اشتركوا في القناة رئيس مجلس النواب اشار الى ان هذا الانجاز المتميز يعكس جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما تليه من دعم واهتمام للجهود الاغاثية والانسانية التي تقدمها مملكة البحرين للشعوب المتضررة جراء الكوارث والازمات واشاد معاليه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد في مواصلة تقديم المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية الانسانية والخيرية ذات الطابع التنموي والتعليمي لخدمة المجتمعات في العالم الاسلامي وتوفير الرعاية الازمة والخدمات الشاملة